بسم الله الرحمن الرحيم أبي نستعين وبتكلم اليوم عن القضايا المالية بداية عن قضية الهارب فهد الرجعان الذي مس في أموال التأمينات وأيضا مارس تعارض المصالح واستخدام السلطة والتجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية والنقطة الثانية عن استجواب وزير المالية أمور تخص استباحة مال العام والهدر وعدم التقييد بقوانين الدولة ولا الدستور وجه السؤال بيرلماني للإجراءات التي تمت بناء على السرقات والتجاوزات الذي قام فيها المدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى ما هي الإجراءات لجلب هذا الذي تعدى على الأموال العامة ومس سمعة الكويت وكذلك مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويؤكد السؤال في الإجراءات التي قاموا فيها جهات الدولة على 16 حساب مشبوه لهذا المدير الأسبق اذكروا الآتي نظراً لضخامة القضية واستقرار وقاعها لفترة استمرت ثلاث عقود يعني أكثر من ثلاثين سنة وهي الفترة التي مارس فيها المتهم فهد الرجعان عمله كمدير عام لمساة العامة للتأمينات الاجتماعية مما ترتب عليه تشعب العمل القانوني متعلق بقضية التأمينات من حيث النوعية والكمية والأماكن هي سويسرا، بريطانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، لبنان، جزر الكيمن والبحرين وكلفوا عدة مكاتب استشارية وقانونية ومختصة في المحامات أما القضية الجنائية في سويسرا يقوم الفريق الإدارة القانوني بالتعاون مع مكتب المحامة السويسري المكلف في متابعة القضية الجنائية السويسرية وذلك بعد قبول مساة التأمينات الاجتماعية كان مدعي بالحق المدني في القضية الجنائية السويسرية وأيضاً في الكويت هي عبارة عن شقين القضية الجنائية في دولة الكويت يتولى الفريق القانوني المكلف كافة بجوانب التنسيق والدعم للنيابة العامة الكويتية في القضية كما تم التنسيق مع النيابة العامة الكويتية ومكتب تدقيق الجنائي لكل الأمور والتجاوزات والمخالفات التي قام فيها المدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية أما التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن البنوك ومدراء الصناديق المشتبه بهم اليوم هو مارس الفساد والتجاوزات وقام مضاربات في البورصة وأيضا بالنسبة للأوبشن الأمور التي قاموا فيها ويفترض أيضا على التأمينات الاجتماعية وكذلك الفتوى التشريع أن يحرصوا كل الحرص على تلك القضايا للمسؤول على الجانب المالي والاستثماري هي التأمينات الاجتماعية والمسؤول قانونيا والمتابعة بما لا يتعارض مع النيابة هم الفتوى والتشريع وهذا ما جاء في نص الرد لسؤالي البرلماني يقوم الفريق بتزويد الإدارة العليا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما فيها كشف عن المستندات والأدلة الناتجة عن عمليات البحث والتحري بشأن تورط البنوك وبعض مدراء الصناديق في المنظومة الإجرامية لفهد الرجعان متابعة الحجز على أصول فهد الرجعان المنتشرة في عدة أقاليم قام الفريق بتكليف عدة مكاتب محامات لمتابعة إجراءات حجوزات على أصول فهد الرجعان في عدة أقاليم ومواجهة قيامه بتسييل الأصول أو إخفائها أو نقلها لأفراد أسرته خوفاً من الحجز عليها لتنفيذ عليها مستقبل وأيضاً الإشراف على عمل المكاتب والتدقيق والتنسيق بينهم يقوم الفريق القانوني المكلف بمتابعة المسجدات اليومية والإشراف المباشر واليومي على عمل مكاتب المحامات ومتابعة الأعمال الموكلة لهم والمراجعة الفنية للأوراق القضائية كما يتولى الإشراف على الترجمات القانونية المرسلة للمكاتب ومعاونة المكاتب التدقيق الجنائي والمالي في تصنيف المستندات وأيضاً نتكلم نقول مستنات مستنات العربية وكذلك الأجنبية بالدعوة عن طريق برنامج إلكتروني خاص اليوم لم يمس في أموال البلد ويهرب ويقولنا رايح عمرة وهذا هروب وأيضاً على الحكومة أن تقوم تلتزم في الاتفاق ما بين بريطانيا والكويت للجلب هذا الذي تعدى على الأموال العامة ويكون عبرة لمن لا يعتبر بشأن السفسار اللي وجهته عن عدد القضايا التي تباشرها إدارة الفتوى والتشريح حالياً أفادت مؤخراً وفقاً لمستجدات الأمور بعدم احتراضها على الدعوة المزمع عقامتها من قبل الفريق القانوني في بريطانيا على فهد الرجعان ومعاونه من البنوك ومدراء الصناديق لإقتضاء التعويضات المدنية هذا وقد استعان الفريق القانوني المكلف أن يكون القضايا في بريطانيا وذلك فقد تم رفع الدعاوة المدنية في بريطانيا وفقاً لجوى الدول التالي مؤسسة العامل للتأمينات الاجتماعية قضية رافعين على مجموعة استثمارية بقيمة 80 مليون دولار أمريكي في المحكمة العليا البريطانية قضية ثانية مؤسسة العامل للتأمينات الاجتماعية رافعين على بنك وآخرين بقيمة 199 مليون جنيه سرليني في المحكمة العليا البريطانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على فهد الرجعان وآخرين 850 مليون دولار أمريكي في المحكمة العليا البريطانية لذلك يجب على الجهات الحكومية المختصة أن تحرص كل الحرص لجلب هذا الشخص الذي تعدى على الأموال العامة واستخدم السلطة أسوأ استخدام ومس الأموال والأمور الإدارية والقانونية وأيضا أهدر الأموال العامة واستغل سلطته لتكبير أرصدته فبالتالي هذه القضايا لن يتم إقفالها ويجب على السلطات الحكومية أن تتعاون مع السلطات الخارجية لأن هناك اتفاقية لجلبه إلى الكويت ومحاكمته خاصة اليوم في قضية منظورة في المحكمة على فهد الرجعان فيما يخص الأموال العامة وأيضا استجامنا الموجه إلى وزير المالية نؤكد أن هناك تضارب مصالح وأيضا سوء استغلال السلطة وعدم التقيد في قواعد الميزانية ولا الأخذ بالاعتبار في الأجهزة الرقابية أنا ما بيقول لكل في عمل قاموا فيه وفي إجراءات لم يقومون فيها وذكرت بتاريخ 22 واحد 2019 من سنة الحالية سوف أهمل وزير المالية وأعطيه فرصة حتى شار ثلاثة أن يقوم في إجراءات وكن طالبنا ست نقاط قام بإجراءات ولكن في إجراءات أخرى لم يقوم فيها فبالتالي الاستجواب مستحق مع كل التقدير لشخص الكريم وجميع المسؤولين للجهات التي تتبع ذات الوزير لكن بوضح جزئيات بسيطة وأبرزها التي سوف يتم طرحها في الاستجواب لما قلت عارض مصالح في بعض الشركات التي تملك فيها الدولة وتساهم فيها وأيضا مخالفات مالية إدارية وقانونية وأنا على سبيل الاستجهاد بوضح الآتي عدم تمكين شركة الكويتية الاستثمار لديوان المحاسبة من مباشرة اختصاصه هذا الأمر يعلم فيه الوزير وهو على النحو الآتي كما أفاد الديوان أنه قام بإرسال كتاب لوزير المالية بتاريخ 6-1-2019 حول عدم تمكين الشركة لها بمباشرة اختصاصاتها إلا أنه لم يرد حتى تاريخ إرسال الكتاب لمجلس الأمة بتاريخ 4-3-2019 الديوان المحاسبة وهذا ما أكد في لجة الميزانيات تدرج ووجه كتاب لذات الشركة الشركة الكويتية الاستثمار الدولة تملك فيها 76% من المال العام وحسب قانون الأموال العامة وديوان المحاسبة يحق له التفتيش والبحث وأيضا النظر في البيانات وأرفاقها إلى مجلس الأمة إلا أن الشركة تعترض ويقول لا يحق لك أن ترفق البيانات لمجلس الأمة وهنا يتعارض مع نص القانون والتجاوز والتمادي على النظم واللوائح بالتالي الوزير لم يأخذ أي إجراء ومن ضمن الأمور اللي ذكرتها في شهر واحد الماضي أن على الوزير أن يتقيد في تقاريده ومحاسبة فيما فيهم الشركات التي تدبع الهيئة العامة الاستثمار والذي يشرف فيها الوزير ذاته أيضا من ضمن الأمور اللي قامت فيها الكويتية الاستثمار وهي الشركة تملك فيها الهيئة العامة الاستثمار 76% تبين للديوان إصدار 160 تشيك على بياض لاستخدام إدارة الشركة في صرف المكافات بالمخالفة لواح الشركة الخاصة بعمليات الصرف والتسجيل هنا على أي أساس ما يبون ديوان محاسبة يفتش ويجري التحقيق والبحث في السجلات المحاسبية أما من ضمن الشركات التي تتعلق في ذات الوزير ومسؤول عنها إشرافيا وسياسيا خطوط الجوية الكويتية من خلال تقرير ديوان المحاسبة تبين ارتفاع ذمم المدينة خطوط الجوية الكويتية تطالب جهات حكومية بقيمة 126 مليون حسب ما ذكره في لجة الميزانية تم تسديد 60 مليون زين الباجي ليش ما تم الدفع الحكومة مديونة للخطوط الجوية الكويتية خطوط جوية الكويتية خسرانة ليش ما يتم الدفع ليش ما يصير تنسيق بين الوزارات المختلفة للناقل الوطني وأقصد هنا خطوط الجوية الكويتية وأيضا من ضمن الشركات التي تتبع الوزير المشروعات السياحية هناك أرباح فائتة بقيمة 290 مليون حسب ما ذكره ديوان المحاسبة طبعا المشروعات السياحية عندها اختلاف في وجهة النظر مجلس الوزراء أصدر قرار 2018 بتكليف وزارة المالية تنسيق مع المشروعات السياحية لزيادة الإيرادات وهنا لما تكلم زيادة الإيرادات الإيرادات الغير نفطية يفترض أن يتم تناميها واستغلال الإيرادات لخزينة الدولة وأيضا رفع من الاحتياط العام كل ذلك تم تعطيله وأنا أقول الشركات التي تتبع الدولة نعم فيها سلبيات فيها بعض التجاوزات والمخالفات حسب ما ذكرته الجهات الرقابية أما بخصوص الحساب العهد نعم قاموا في جزء لكن في أجزاء لم يقومون فيها أنا أتكلم عن وزارة الصحة لا زال حساب العهد مليار ونص وهو صرف خارج أبواب الميزانية وأؤكد أن في أمور قام فيها الوزير عسى سأكون منصف لكن في أمور أخرى لا كان فيها نوع من التراخي والبطء لأن كانت وزارة الصحة قبل سنتين قيمة حساب العهد مليار وارتفح إلى مليار ونص وفي حال عدم معالجة محاسبيا سوف يتم الزيادة في كل سنة وخاصة زاد خلال سنة إلى سنة ونص ما يقارب أكثر من 50% من مليار إلى مليار ونص وهناك يفترض إجراءات من وزارة المالية على وزارة الصحة وعدم السكوت أو التراخي أو الأهمال بالإضافة إلى إعطاء بيانات غير كاملة للميزانية وأظهار الميزانية بطريقة الهدر على أساس يروجون في المستقبل لزيادة أسعار الخدمات أو الضرائب حتى لو ما قالوها اليوم لكن قالوها في الأمس في المجلس الماضي عندما قروا الوثيقة وقفناها في هذا المجلس لكن أيضا هناك تبعات وأجراءات يجب أن يتم اتخاذها من ضمن الأمور كنت أركز لوزير المالية الحالي أعطانا تقرير كما أدعت الحكومة سابقا كل ثلاثة شهر عن أسعار الوقود والخدمات وتكلفتها من الدولة على أساس أن ننزل أسعار البنزين والكهرباء والماء لكن هذا التقرير لم يأتي بالتفصيل إنما يأتي موجز بسيط من ضمن الميزانية وهذا الأمر يخالف توجي الحكومة ويخالف ما طربته بالإضافة إلى ترويج سابقا وشي ضمننا ما يردون الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة وأيضا ارتفاع الأسعار بحجة العجز حتى لو ما تذكرواها اليوم ليش ما تذكرواها اليوم؟ لأن قلنا أي زيادة في المصروفات يتحمها المواطن سيكون على طول استجاب للوزير المختص بما فيهم رئيس الوزراء لم يتم إحفاء من المسؤولية فبالتالي يتلون البيانات كاملة ما في عجز بالكويت إذا حسبوا إرادات النفطية مع إرادات الاستثمار عندنا فائض سنوي وإذا تم حزب خزينة الدولة كاملة بإحتياطياتها له الصندوق السيادي وأقصد لإحتياط العام والأجال القادمة لا يوجد عجز والكويت واقفة على أرض صلبة لكن تحتاج إدارة رشيدة عندنا عجز في الإدارة ولكن عجز في الأمال لا يوجد فبالتالي يفترض أن تتل البيانات كاملة وهذا ما أذكره في شهر واحد أنه عندنا عجز عندنا عجز وهو كان نحو الآتي إرادات النفط لا تقطي المصرفات السنوية ولكن استثمارات الخارجية حتى لو يتم توريدها لخزينة الدولة وإحتياطي العام لكن يجب أن تكون البيانات كاملة أنه ما عندنا عجز وتتل واضحة إرادات النفط لا تقطي المصرفات لكن إجمالي الإرادات تفوق المصرفات هذا الأمر ما تم إعطاء رؤية ضبابية تشاؤمية من الحكومة وأنا الحين بوضح كل النقاط اللي قلتها أنا مسؤول عنها بالأرقام بالأدلة بالبيانات والبنسندات أيضاً هذه من أبرز القضايا التي ستم طرحها في الاستجواب وهناك قضايا أخرى من ضمنها الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص شنو الإجراءات تسووا؟ سووا البحث وطرح المشاريع لكن ما شفنا مشاريع حقيقية على أرض الواقع وكان الهدف منها إن إنشاء شركات تشارك القطاع الخاص وتخفيف التكاليف على الدولة إنما اللي حصل طرح المشاريع وتعطيلها وعدم استفادة المواطن منها فالاستجواب هو حق مع كل احترام لجميع الشخص ويجب اليوم ندقق على الأمور المالية والإدارية والقانونية والفنية لتحقيق المصح العام ونسأل الله توفيق والسدادة ترجمة نانسي قنقر